أكيد طبعاً إحنا لازم نشيل من بعض لازم نخاف على بعض لو إحنا اتنين صحاب لازم يكون فيه بيننا حب واحترام مش غيره وحقد كمان عندنا كومنت بيقول أسامة حسام الدين بيقول عدم استقب النفس هي اللي بتجلب الغيره ممكن يكون فيه عدم استقب النفس بس ده فعلاً برضو راجع للبيت وإن أنا شفت إيه اللي بيحصل ممكن أكون أنا بغير لإن أنا شفت في بيتي إزاي أهلي بيفرقوني عن أختي أو عن أخوية إزاي بيعملوا ده ببعض أنت غيرت من حد قبل كده لا بصراحة والله فعلاً ما حصلت ليش طب إيه اللي خليكي تغيري من حد الممكن يخلينا غير من حد لو هو يعني أنا فعلاً شفت كومنت زي ده ودي حقيقة فعلاً اللي يخلي اللي خليكي تغيري من حد أو اللي يخلينا غير من حد لو هو ممكن يبقى قريب من ربنا أكتر من دي فعلاً دي حقيقة بس حاجة يعني حاجة في شخص معينة تخليني أغير منه لا بالعكس فعلاً ممكن يكون ربنا ربنا ما بيديش طبعاً الناس كل حاجة ممكن يكون ربنا واخد من الشخص ده حاجة أو الشخص ده شف حاجة في حياته خليته ضيقته وعواده بحاجة تانية أنا معرفش هو إيه اللي حصل له في حياته بزرورة فأغير منه لي وطبعاً ربنا أنا هيديني حاجة تانية غير اللي أنا فقدتها ده طبيعي كل واحد فيه نسب أنا مؤمنة بكده نسب زكاء